السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد ولدينا هنا خبر عاجل يقول الاستيلاء على سفينة ضخمة في البحر الأحمر وإلى التفاصيل أفادت ركالة رويترز مساء اليوم بأن مسلحين سيدروا على سفينة ضخمة في البحر الأحمر ونقلت الوكالة عن القوى البحرية للاكتحاد الأوروبي تأكيد نبأ الاستيلاء على السفينة وقالت البحرية الأوروبية تأكد لنا أن الاستيلاء على ناقلة ضخمة قبالة المياه الصومالية كان حادثة قرصنا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن سيدرة أشخاص مجهولين على السفينة وذلك قبالت سواحل العاصمة الصومالية مكديشو في البحر الأحمر وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس تلقينا بلاغاً عن حادثة على بعد ستمية ميل بحري شرق العاصمة الصومالية مكديشو وأوضحت أن مسؤولاً أمنياً بالسفينة أبلغها أن أشخاصاً في قاربين أحدهما صغير والآخر كبير صعدوا على متن السفينة وذكر المسؤول الأمني أن الأشخاص المجهولين يصيدرون حالياً على السفينة وفق البيان ولم تشر الهيئة البريطانية إلى هوية الأشخاص أو الجهة المالكة للسفينة كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة أشكركم على حسن المتابعة والإصغار ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتقبلوا بالستحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته